السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وهتم صحة بعد الاداء الجميل اللي قدناها اصادة تشيلسي والفوز في مباراة هامة زي دي منشسترونيتد بيستضيف بورنوموس وعينه بقى على انه ياخد التلات نقاط وممكن كمان جدول الدوري يروح يقول له اتفضل يا معلم ويخش بقى ويقرب للمركز الرابع اكتر فاكتر لان انت لو ما تعرفش بحنا على بعد ثلاث نقاط من السيتي ومتعدلين في النقاط مع توتنهام اللي بيقدوا مؤخرا اداءات سيئة جدا بس مش مهم عندنا الاخرين المهم احنا اننا نستمر على نفس الروح على نفس الاداء وعلى نفس المنوال عشان يبقى داء الاعداد والعودة بالنسبة لليونيتد في الموسم الحالي فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون يونيتد وتعالوا نتكلم عن مباراة منشستر رونيتد وبورنموس منشستر رونيتد مش واخد بس دفعة معنوية بالفوز على تشيلسي والاداء اللي ادى والروح اللي كانت موجودة في المباراة دي بل انه خد دفعة معنوية تانية وهي بسيطرته على الدوري الانجليزي يا معلم ليه لان انت لو ما تعرفش فعندك ايركتن هاج هو مدرب الشهر بالنسبة لشهر احداشر اللي فات وعندك مجوير هو لاعب الشهر وعندك جرناتشو هو اللي واخد الهدف بتاع الشهر ولو جيناتكلمنا في النقطة دي فحتلاقي اني مفيش حد افضل من التلاتة دول ممكن نتكلم عليهم يمكن تكون في حتة جانب اللعب هو بيقبارة مع لعبين اخرين هجوميا تكون شايف ان هم اللعيبة الهجومية الظهرة شوية ولكن انا عايز اقولك ان مجوير فعليا الموسم الحالي هو افضل موسم لهم من ساعة ما جيه بالنسبة لمونشستر يونيتد وعلى فكرة مجوير هو اول مدافع بالنسبة للونيتد بياخد لقب لاعب الشهر من بعد فتة 2009 يا معلم انت متخيل اما بالنسبة لاريك تنهاج فهو استطاع ان يفوس في ثلاث مباريات لعبهم في شهر احداشر وما دخلش فيه ولا هدف وخد مدرب الشهر كمان هو لو جينا نحسب من اكتوبر هتلاقي ان مونشستر رونيتد هو تاني فريق في جامع النقاط بعد ارسنال ارسنال جامعة تسعة تاشر نقطة من وقتها واحنا جمعنا تمنتاشر نقطة فكل دي دفعات معنوية بالنسبة للعيبة والمدرب وايضا هدف الشهر اللي احنا نعتبر اكتر لاعبين خدوه من عندنا بحوالي سبع مرات تقريبا من ساعة لما عملوا الموضوع ده في 2007 تقريبا وبرضو الحاجات الايجابية ما بتنتهيش هنا عودة اماد ديالو اماد ديالو بيعود الى التدريبات الجماعية وممكن نشوفه قريبا مع الفريق خصوصا لو لقينا ان ايرك تنهاج بيعود ويشركه مش ان هو يطلعه اعارة ويعتبر ان عودته دي مثلا ممكن تكون منافسة لبعض اللحيبة اللي بتلعب في المركز اليمين او حتى في المركز الشمال لان اماد ديالو يقدر يلعب في الجانبين لكن الجوانب ممكن نقول اللي هي ممكن تكون مأثرة شوية او فيها حذر شوية بالنسبة لمانشستر رونيتد هما جانبين اولا برونو فرناندز والبطاقة الاخيرة البطاقة الخامسة اللي لو تحصل عليها في مبارات برونو موز مش هتشوفه قصاد فريق لفربول انا عارف كويس ان انت بتقول ايه تأثير برونو فرناندز برونو فرناندز بيجي في المباريات الكبيرة وبتلاقي فيه حاجات كده خزعبلية بتتعمل وبتتقطع منه الكرة كتير ومش عارف ايه وتحت الضغطه انا متفق معاك بس انا قلت هلك من بدري برونو فرناندز شر لابد منه ما انتش عندك بديل له وما انتش عندك حد يقوم بالمقاومات اللي هو بيقوم بيها ولو كان عندك السجل التهديفي افضل كنت هتشوف فعليا ان برونو فرناندز ارقامه افضل من الوقت الحالي بيحاول كتير بيوديك كتير ولكن في نفس الوقت انت مبتقدرش تخلص القرار دي بس هذا لا يمنع ان برونو فرناندز برضو له عيوبه بس سواء ده او ده فانت محتاجه ان يكون متواجد معاك فهل ممكن نشوف ايريك تنهاج مثلا في مباراة زي دي يقولك اريحه خصوصا ان انا داخل على مباراة اللي ما يستموش وراها ليفربول فانا عايز ومحتاجه في المباراتين لان انا محتاج ان انا اطلع بنتيجة في المباراتين المباراة الاولى ان انا على امل ان يتعادل الجانبين الناحية التانية جلط اسراي وكوب نهاج فبالتالي انا محتاج كل اسلحتي وايضا مباراة ليفربول اللي انت مبتطلعش سليم منها اخر تلات اربع مواسم ولا اخر موسمين واخدلك نتيجة تقيلة فبالتالي عايز تعمل حاجة في المباراة ممكن وارد لكن ما اعتقدش ان ايريك تنهاج من النوعية دي حيسبها على الله ويقول له ما تتكلمش كتير مع الحكام ما تحاولش ان انت تستفز الحكم وما تحاولش ان انت تعترض وما تخدش انظار تاني حاجة هي لندلوف اللي تقريبا عنده اصابة او حاجة زي كده فهو مش متاح للمباراة انا قريبت الخبر لكن ما عرفش ايه السبب بس في الغالب ان هو اصابة وبيقال ان بران متاح للمباراة وده هنيجي نتكلم له في التشكيلات ايه التشكيلة المتوقعة من ايريك تنهاج دي كانت الاخبار حوالين الفريق ولكن تحالة نخش في المباراة نفسها مباراة بور نو موس مباراة السهل الممتنع دائما بسمي المباراات اللي زي دي السهل الممتنع انت اللي ممكن تسهلها على نفسك وانت اللي ممكن تصعبها على نفسك. تخش من البداية بتحاول ان انت تجيب الفوز وعندك الروح وعندك الاداء تجد الفريق قدامك كل اللي بيعمله انه هو بيقف مع الحارس بتاعه عشان بيخاف يوقف الثمنتاشر الواحد تسجل هدفك في الثاني خلاص انتهت القضية بالنسبة للفريق اللي صادق وما تدهمش مساحة حتى في الوقت اللي انت عايز تريح فيه لا ما دخلتش ده اسم الاول عليهم فحتلاقي ان الفريق اللي صادق تحس انه هو اتقلب برشلونة 2009 اتقلب عندك جالكتكوس ريال مادريد ما تفهمش بيه فريق اخر وصورة من فريق انت ما شفتهوش من زمان فالموضوع في ايدك ودي حتى طريقة اللعب اللي انا بشوف بها بورنو موس وده هنيجي نتكلم عنه برضو في الفيديو الاحصائيات ما بين الفرقتين بتقولك اني العشر مباريات اللي تلعبوا ما بين الفرقتين على ارضية الالترافورد مانشستر رو نايتد مخسرش فيهم فاز في تسعة وتعادل في واحدة وبعد اول فوز بالنسبة لبورنو موس اللي كان في الفين وخمستاشر في الدوري الانجليزي على اليونايتد هم ما خدوش الا اربع نقاط من احداشر مباراة واحدة بالفوز واحدة بالتعادل زي ما قولنا اليونايتد من اكتوبر بداية اكتوبر هو تاني اكتر فريق جمعا للنقاط بعد الارسنال الارسنال تسعتاشر واحنا تمنتاشر بس هذا لا يمنع ان بورنو موس مؤخرا في عنده اداء وتحسن في الاداء في اخر ست مباريات هم جايبين تلاتاشر نقطة خسروا مباراة واحدة فازوا في اربعة وتعادلوا في واحدة بعد اول تلات مباريات ما يدروش ان هم يفوزوا فيهم لو نيجي نتكلم على التشكيل مع غياب لندلوف طيب وجهزية فرار هل فرار ممكن نشوفه في المباراة دي؟ اعتقد لا مش هيضحي بالزخم بتاع ماجواير وخصوصا عن الجانب اليمين لانك هتحتاج ان انت تنقل ماجواير للجانب الشمال وهو بيبقى اقل لما بيلعب على الناحية الشمال لانها مش عجلته فاللي هيحصل اعتقد ان اللي هيحصل كالتالي قنانا ومعها كل من شو وماجواير هم اللي هيكونوا قلباي الدفاع على اليمين دلو على الشمال الرجلون قدامهم لمرابط الراجل اللي قادر يقدي اداءات كويسة جدا بس اعتقد في المباراة دي ممكن نشوف بنسبة كبير كوبا ماينو ليه؟ لان كوبا ماينو بيكون في حتة بناء الهجمة والسيطرة على الكورة والتحكم في الريتم افضل من المرابط اللي هو دفاعيا وتدخلين بيكون كويس جدا الراجل اللي استرجع الكورة 11 مرة قصاد فريق تشيلسي فهنا الموضوع بالنسبة لتنهاج انت هتلعب مع اللي ما يستموش في دورة هل هتلعب بمرابط فبالتالي انت عايز تدي كمان برابط فرصة او عايز تريح مرابط في المباراة دي عشان ميحصلش اي ارتباك عندك او اصابات واحنا شايفين ان احنا كل مباراة بيعود لنا لعب وبيتصاب لعب فاعتقد اني ممكن يكون كوبا ماينو كسيطرة على المباراة كخروج بالكورة هو الافضل المتواجد لكن اعتقد اني تنهاجة هيلعب بمرابط معه مكتوميني هداف الفريق واللي بيقدر يزيد لقدام ادواره الهجومية كويسة جدا وبرونو فرنانديز علمين انتوني على الشمال جرناطشو وقدام هولند جميل جميل طيب نيجي نتكلم على المباراة نفسها بص فريق برونو موسا انا بصنفهم الفرق اللي بتلعب على حسب الخصم الفرق اللي هي ما بتنزلش دفاعية من الاول يعني مثلا فريق زي افيرتول او فريق دفاعي فرق شونديتش الفرق الدفاعية شيفلد وغيره وكلام ده بتلاقي ان هم من بداية المباراة انت ضاغط عليهم مش ضاغط عليهم هم قاعدين وراه هم حيلعبوا على الهجمة المرتدة فبالتالي هم سيبللك مساحات ممكن يبقى في بعض المناوشات البسيطة لكن هم سيبللك المساحة بتاعت التلت الدفاع بتاعت تقدم يا معلم نص الملعب براحتك برضو لكن التلت الدفاعي بتاعنا هو اللي هتبقى فيه اللعيبة كلها وراه الكورة ومستنية ان هي تقطع الكورة عشان تروح للهجمة المرتدة فريق برونو موسا انا مبشوفهش كده فريق برونو موسا انا بشوفه ان هو بلعب على حسب الخصم اللي هو يا معلم انت من البداية حتدوس علي وتعدي وكلام ده انا حرجع وراه ولعب على الهجمة المرتدة وان كان هو في كل احوال بلعب على الهجمة المرتدة ولكن ما بيتنكمش للخلف لا حتسيب لي الموضوع سيجال يبقى انا حلعب معاك واحاول ان انا ايه اخطف منك هدف واثنين باقطع لعبتك بالمساحات اللي انت بتسيبها لي وممكن تقارن الموضوع ده في مبارات الستي ومبارات ليفربول الستي بطبيعة الحال عشان تفهم الموضوع ان هو حتى لما بيحاول يضغط عليه فريق برونو موسا في بعض الاحيان لان هو ما بنكمش للتلت الاخراني بتلاقي ان فريق الستي قادر يطلع بالكورة كويس جدا ويطور الهجمة ويتخلص من الضغط بتاع برونو موسا انا غالبا هركز حتى لو فيه ضغط ومنوشات هركز على اني ارجع الوراء بالنسبة لبورنو موسا وهدافع عن مرمات لكن لما تيجي تبص الناحية التانية بالنسبة لفريق ليفربول وعلى الرغم من انه قدر برضو يفوز على بورنو موسا ولكن قدر بورنو موسا في البداية ان هو يسجل هدفين واحد اتكلمنا عليه ازاي اتحسب قرصيد والتاني طبعا الهدف اللي اتحسب عمتا فبالتالي هو بيكون متوقع او بيحاول ان يغلق بعض الفرق او الفرق اللي بيقابلها لكن لو لقي ان الفرق اللي قصاده قادرة انها تصمد قادرة انها تطور الهجمة بشكل جيد جدا بيتراجع للخلف واحنا بنشوف مؤخرا مبارياتنا مع فريق بورنو موس احنا بنقدر ان احنا ندوس عليهم في البداية ونسجل هدف ولكن بعد كده بتلاقي ان احنا بنتراجع للخلف وبتلاقي ان فيه خطورة بالنسبة لفريق بورنو موس بسبب ان اليونيتد دايما بعد ما بيسجل اول هدف بيتراخ شوية او بيتراجع للخلف شوية او بيستنى يشوف ردة الفريق اللي قصاده ايه وبنستغل المساحات اللي بيسيبها لك فريق برنموس وبنقدر ان احنا نسجل منها فهل هتستمر على نفس هذا السيناريو ولا تخش من البداية انت عايز تخلص المباراة هدف في الثاني وتمام يا معلم واطلع من الشط الاول انا مسجل هدفين وصعب ان الفريق دا يعود علي وحاول ان انا في الشط التاني اه اوقت نفس لعبتي بس مش بان انا اتراجع للخلف واسيب الكورة تماما للفريق اللي صادي وانما ممكن تكون بالتمريرات السلبية اللي بتتلعب استحوازك على الكورة تلقط نفسك بيه بدون حركة كتير وتغيير في المراكز ولا مركزية كتير فبالتالي تقدر لعب اللي عندك تلقط نفسه فهنا زي ما قلتلك كل الموضوع هو معتمد على الفترة الجاية ايرك تنهاج بيفكر فيه بيفكر في دورة ابطال اوروبا ازاي اه انت عندك امل وامل ضعيف جدا ان فرقتين الناحية التانية يتعدلوا وانت تفوز ودي حاجة لما اتكلمك عليها كمان في دورة ابطال اوروبا وهقولك ان انت لا يمكن ترضي اي احد مهما كانت النتيجة في النهاية مهما كان الموضوع صعود منشستر او عدم صعود منشستر او انتقاله حتى اللي ربا ليك مش هتلاقي الجميع مرضي وهقولها لك لما نيجي نتكلم على المباراة ان شاء الله ووراها مباراة ليفربول مباراتين يعتبروا ممكن عنق زجاجة بالنسبة للموسم بتاعك ليه عنق زجاجة؟ لان انت حطيت نفسك في وضع او تحطيت في وضع بسبب ان انت مقدرتش تعمل نتايج كويسة في المجموعة على الرغم من ان انت اكتر فريق سجل اهداف في المجموعة دي وابتديت ان انت تحس انت محتاج تعمل حاجة معينة قصاد فريق معين وبعد كده هتلعب قصاد الفريق اللي لهم موسمين بيديك نتيجة كبيرة وما بتقدرش بالذات على ملعبه لاني هتبقى المباراة الانفلد تعمل حاجة فانت عايز برضو تشيل الموضوع ده عندنا خصوصا بعد السبعة اللي خدتها الموسم اللي فات فالتفكير هنا هل اعمل روتيشن ولا ما اعملش روتيشن ممكن تقول اعمل روتيشن وريح عشان اقدر اخش المباريات دي بقوة ممكن تقول ان انا لا انا عايز اعد اللعيبة دي للمباريات القادمة دي المباراتين دول وبعدهم بقى افكر اعمل روتيشن على الرغم ان المباريات اللي بعدهم واستهموا اسطن فيلا يعني مفيش لو حتبص للروتيشن يبقى مفيش غير نوتين جهان فهي الحزبة دي هيعملها ازاي اريك تنهاج انا متعود منه ان هو دايما بيطلب من لعبته اقصى شيء والفرقة اللي فتفوز بتلعب فعشان كده متوقع التشكيلة اللي احنا اتكلمنا عليها لكن في النهاية المهم عندي ان يكون فيه روح واداء زي اللي حصل وصعدة تشيلسي واننا نقدر نجيب التلات نقاط في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة منشستر رونيتد وبورنو موس سيب لي بقى تعليقك في الكومنتات وقول لي النتيجة كام كام وايه التشكيلة اللي ممكن يلعب بها اريك تنهاج نفس تشكيلة تشيلسي ولا حنشوف تغيرات على هذه التشكيلة وانت ممكن تعمل اي لو انت مكان اريك تنهاج اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقى تم حال وقى تم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا